عامل ايه سعيل؟ الحمد لله طوام الاخبار؟ الحمد لله كل حل؟ الحمد لله كل حل انا مبسوط جدا ان انت في اول حلقة النهاردة وانا والله لازم مبسوط ايه انت ابصلا ايه الفكرة بتاعتنا اما قلت تجيش على الفكرة انا جبتك تصوري على طول ايه احنا احنا هنا عاملين ويدنج بودكاست ده عشان خاطر احنا مجالنا عموما مليان حاجات كتير تتحكي وحاجات كتير الناس متعرفهاش فعلا ماشي وبتقابلنا مشاكل وبتقابل الناس معانا مشاكل تمام? فيعني اجينا هنا عشان نتكلم الناس في كل حاجة ونتكلم معهم في كل حاجة يعرف حاجات كتير عننا تعرف ان في ناس مسلا نعزلناها بحاجات عن سهيلة تمام? انا اقرب منها اكتر طب ماشي وبعدين هنعرفها منين يعني بتازم لي كده البيت بتاعنا سهيلة قوليلي انت بدأتي الشغلة امتى؟ بالضبط من خمس سنين من خمس سنين؟ اه تمام؟ يعني تقريبا تقريبا من اول ما بدأ الموضوع بقى يبقى فريلانسر للميكاب وبتاع ان الميكاب تروح لحد بقى القوتلات وحاجات وكده ويعني طب قول ليلي انت فاكرة اول عروسة عملتها؟ لا بجد ما تفتكريش معيني الحاجات انتكون حلوة جدا انا قدلت ايه مسلا سنتين كنت مش بعمل اه عرئيس اصلا اصلا بس اه لأ كانت اول عروسة كانت يعني حطها لي كده مفاجأة لو انت النهاردة عندك عروسة فاجئوني سؤلية كبيرة قوي وانا المفروض اكون قدها قد خضيتي طبعا دخلت في امتحانها بكده كده يعني ايو بس فا لا كنت صلى طازل عايز اقول لك الموضوع ده صعب جدا اول عروسة كانت عندي قعدت تريعش والحاجة بقيت من ايدي واللي بيصورني ايو فعلا موضوع عظيم وده بيبقى مربك لان العروسة غير السورية برضو بس اقول لك الحاجة ده من من جهة تانية الناس بتقول انتو تعملوا اصلا في الشغل انتو بتعبوا اساسا اه ده بجد فعلا انتو بتعمل ايه دماز كفرش وبتعمل كده يعني بتعبتش اصلا يا جماعة يعني ما بتعملش حاجة موضوع بيبقى مطعب جدا ثم مش بيحسين مده غير اللي بيجي بقى ويعمل ميكب بيشوفنا قدي احنا وقفين وقدي احنا بنتعب بجد الموضوع مرهج جد الناس مش فاهمة ان الموضوع مرهج الدماغ غير مش مش فكرة انها مسلا واقف كزا ساعة شغال او او الموضوع ده لا اوامورك زهنيا اكيد طبعا يعني الناس برضو العروسة مش بتبقى عارفة ان انت شايل اهم انها تطلع حلو اكتر منها شخصيا انت اصلا بتحولي يعني تقليلي من التوتر بتاعها وتاخدي التوتر بتاعها علشان ما توترهاش اكتر ده اصلا متعب لوحده ايوة طبعا واحيانا كتير اكيد طبعا بتقابلك مواقف بقى اللي هو مسلا العروسة توترت بتعيط جالها تليفون دايقة طبعا انت مضطرة تستحملي كل ده طبعا وكده عشان انت رياحية طبعا بس يلا اي حاجة عشان هم يقوم بسطين التفاني في العمل قابلتك مرة مشكلة وانت شغالها حاسيتني انتوش قادر تكملي اكيد طبعا بتقابلني حاجات كتير قوي قابلتك مرة مشكلة مسلا وانت شغالها خلاص في النص العروسة قلت انا مش قادر اكمل مش عارف عامل حاجة تعبت مرة يعني مرة مسلا اغمى علي او كده فتعبت جدا ساعتها بس اه لأ يعني فقط وبعد كده كملت يعني وانا كان اتعافي ما تجنب ايه ما فيش وقت للتعب عايت وانت شغال يعني بجد عايت وانت شغال مش هتروح عروسة ساعتها يا دعمات قولي طب اي حد يكمل لي طيب بتهديني بجد الساعة مرة بص في مع العروسة وكده واحنا قاعدين العروسة مرة واحدة لقيت دنيا تقلبت انا مش فاهم في جد وقال لي بيحصل يا جماعة لا لا لقيت العروس انا اسوري والله العروس اتطلقت ايه اتطلقت ايه? انا نروح تبدأrors النطلقة دا كل جماعة احنا هيشغالين يا جماعة عروستين التطلقة الدي. نا بمس ya نقول يا هذي. لا اصلا على الاكسجين انا نفكر اول عروس كانت عندي بعد عند عندي شهر ستة الفين والتلتاشر. تمام? كان اسمها معروض حسين. كمان. عمري 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 ما هنساه. عمري ما هنساه. لس الواقل بقى صعب جدا. خلصتها اصلا وانا قعدت قبلها اسبوع زاكر. يعني قعدت اسبوع زاكر بقى انا هعمل ايه? وبتاع اسبوع مش بنام طبعا. ايه فعلا. وجيت كده خلاص بقى دخلت وبتاع روحت اقافل باب القوضة وقلت لأ انا لازم اركز ولا لازم اعمل. جيت كده في نص الشغل اللي قدت التسريح مش عايز تتعمل معايا. روحت طبعا عدت اتعف جدا والموضوع كان موتر اوي. خلصت وكده وخلاص رايب هجوم برر بقى هفتح البقى. وادي على قلبي بوش في الحياة. ايه? 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 يعني. يا رب يقوله حلو يا رب يقوله حلو. اول ما دخلوا بقى. اه طبعا انا اقول يا رب ما تصدم. اول ما دخلوا. لقى بقى زغلت وبتاع قلت بس روحت واخر بعد. بس خلاص كان. انا جريت على باك. انا جريت ما يبصولي. سلمتك لبت اهلك. طب قولي يا سويلة. اه. بتخافي من مش من الفشل. بتخافي يعني وانت في بتاع الشوالك ان انت تنزلي فرات. اكيد طبعا. لازم الخوف اصلا يكون موجود. ما بش حد انا ملاشي من الفشل. علشان. علشان تفضل ما تكمل. تفضل تجدد وتفضل تكون واقف على رجلك. ده اكيد. ايه اكتر احبات خوفك? في الشغل? ولا في الحياة? بس هقولك الحاجة. دايما مش بيكون فاهم ان احنا مشاكلنا مش في الشغل. احنا مشاكلنا برا الشغل. مم. بس احنا مضطرين طبعا ان احنا وانت دخلنا وبدأنا نشتغل لازم نفسر حياتنا اللي برا عن شغلنا. ده اكيد. تمام? وطبعا مش دايما بنعرف نعمل كده احنا ساعات بنكون الموضوع مؤثر علينا جدا. مم. يكون مشكلة فعلا خنقانة وتعبانة. ساعة طبعا مضطرين نتواضع عن كل ده ونقدم شغلنا بالنسبة مية في المية صح. وطبعا احنا شغلنا مش متعلق خالص بان احنا نعمل ميكا بحلو. اكيد. لأ احنا عايزين بس نبقى نعمل ميكا بحلو. ونبقى يوم ونبقى جزء من يوم العروسة الحلوة وتفتكرنا بحاجات حلوة. حسنا. ونبقى دايما بنتحك وبنهزر وهكذا. انتي قبل كده حاسة ان انت ما كنتش قادرة? يعني كنت حاسة ان انت مسلا في ضغوطات ممكن ان انت ان هي تغبطت كتير. لا انا مجرد ما بقى بشوف العروسة ولو هي بقى لذيذة فالموضوع انا بنسى اصلا. انا بنسى بنسى المشاكل اصل اللي انا فيها. وبعد بقى ما بخلص بفتكت. بقى عايزة واحدة. بقى. فسنا دخلت دوامة وطلعت من دوامة. اه انت عارفة ده برضو مهمة جدا العرائس ما بيبقوش عارفين ان احنا بنستمد الباور بتاعنا منهم. ده بجد. يعني هم مش مش فهمين حاجة زي دي انت كل ما كنت لزيزة ومريحة في يومك. ده فعلا. ويعني والموضوع كله حلوة نفسها حلوة احنا بنكون مستعدين نشتغل وندي اكتر اكتر ما عندنا بكتير. بتعمل احسن من اللي عندك. اكيد. يعني انت انت اكيد شكل العروسة وهيئتها واسلوبها بيفرق برضو اللي هي مهتمية بتاعتها. يعني لو هي مهتمية بكل حاجة آآ ليها في يومها بيتفرق طبعا معاينة. غير ما تبقى عروسة مهملة. طب انا هستطيق كده العروسة اللي انت مسلا بتحب تشتغليها. دي شكلها ايه? يعني ايه التفاصيل اللي فيها? ملامح قصدك? كل حاجة. يعني من اول مسلا انا خلاص راح اعمل عروسة لو لقيتها بالطريقة دي انا هعمل احلى حاجة عندي. بشرتها. تكون بشرتها ما فيهاش غلطة. يعني بجد دي احلى عروسة انا بقاملها في حياتي. لا بتهتم بشرتها في العمومة. اه بتهتم بالبشرة جدا. اه طبعا تكون عندها مسيحة فوق الجفن. تعرف تعميل كل اللي انت عايزها. اه مهتمة طبعا بالتفاصيل زي ما بقولك ايه ازا كان بقى شعر او طرحة او نص حجاب او ايان كان يعني اللي هي عاملها مع يومها يعني. بس في نهاية كل مهتمة بتفاصيلها دي انا كده انا تمام. ايه العروسة كده كده تطلع. تمام بتحب العرائس السكتة ولا اللي بتتكلم وتخزر وتنغشك او كده? اه اللي بتعرف اه تقول ايه في وقت ايه? تمام. يعني مسلا اه ما تكونش انا اه شغالة وهي تطور تفرج تحت ايدي. تطوري طبعا ازباتي بقى ازباتي. مش بتوطرني يا ساعد ممكن تعمل حاجة تلقائية. تبوز لي اللي انا بعمله. انت خصوصا برضو عشان حاجاتكو حساسة قوي. او. يعني ممكن اه. يعني غمضي. حاجة واحدة تروح نبوز. تفتح تبوز كل حاجة. فهي تسمع الكلام ووقت الهزار طبعا احنا نهض نهضر ونضحك ونرقص ونهيس وكل حاجة من حاجات زي. طب اه على النقيد بقى. ايه اكتر حاجة ممكن تفصلك وانت شغالة? لو خلاص بقى انا مش عايز اكمالك بقى من الاخر بقى كده انا زهيت. اه الفرق الزيادة قوي 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 قوي. اه. اللي هي تكون فراكة فوق الحدود. والنهاية طيب في كل حاجة طيب تتعلق عليها. اه. اه انت عملتي. انت سويت. انت الموضوع ده بيرضو مش بيبقى حلوة خالص ومش مريح خالص. اه. يعني انت قل انا الاول بتكلم على العروسة انت عايزة ايه? واحد اتنين تلاتة خلاص اوكي. مش كل خطوة نقط نتكلم فيها. انت عارفة ادام ما كان في موضوع ده بخصوص بصي. اه. عروسة. تمام? اه. انت تفتكري فيه كم شغالة في نفس المجال ده في مصر. كتير اوي. انت دورتي مفيش عروسة بتشوف حد تحجز معها على طول. لأ يعني دورتي وسط المية الف على واحدة. ام. كمان هجيبك قعدة ليحطيني ما تحطينيش ما انت جايباني اصلا عشان عارفة شوري. لأ انا ما عنديش مشكلة خلص هي تقولي. يعني انا طبعا زوق ايه غير زوقها. اكيد. غير زوق كل الناس يعني. بس انا الاول اللي بقعد معاها. اه انت حابة ايه? الالوان اللي بتحبيها. اللي انت حابة تطلعي بي. برضو العروسة بتبقى في مخيلتها تطلع حاجة معينة. بالزبط. فانا بعرف ده منها بناء انا عليه بقى بنعمله بطريقتي انا. تمام. اللي هي شافتها اصلا. مظبوط. بس. تقصد الحاجة هي التكنيكا اللي هي اصلا مش هتفهمها يعني. بالزبط كده. انت حطيت ايه هنا ليه? مشكلة ايه بي بص الحاجة وبتبقى مسلا عاد بص. طب انت لو بصيتي مش عارفة ايه اللي انا هعملوه الخطوة اللي بعديها. مظبوط. بس. مظبوط. فانت تشوفيه في الفاينال لوك بقى. لو ممكن انت حطي مسلا حاجة ايه ده انت حطتي لي دي عشان هحط لي حاجة تانية. انا انا بحس برضو كده بحس يعني. لا فهميني. ليه افهمك? افهمك ايه? احنا مش شكرش النهار ده فرحك. فوق يا بنتي. لا جد لو انت مرة حضرت موقف كده برضو انا مش عايف هو اسمه ايه يعني فيه ابيض بتحطوه تحت العين. كونسيلر? اه لا اه اه لوس باودر. اه بقى بتقول لها هو ليه الابيض ده? فهي بتلاها يعني ايه ايه السؤال ده عشان هنحط حاجة عليه. يعني همش هطلع وحشة ايانوش هطلع وحشة ايانوش هطلع وحشة ايانوش هطلع حلو والله ما تلاقيش. ما هو المشكلة بقى لان في خطوات في الميكب هي لو بصت هتترعب. مهم. بجد بس هي بتبقاش فهمة ان في خطوة بعدية بتبقى احلى بقى. بزبت. في الحلو جاي بعدين. الفاينال بقى هنفنش بقى. اه بزبت كده. يعني نامل لحاجات جامدة يعني. طيب قوليلي يا سهيلة. اه نفسك يعني مثلا زي ما هقولك كده نفسك تتميلي بشغل حد امتى? لحد فين? لحد فين يا عاصل لحد فين في شغلك? اه مش عارفة بس انا بحيس ان انت طول ما انت تتكلم عن حاجة مش هتحصل. يعني بحس ان انت بتسيبها كده وتخطط لها كده وغير ما تتكلم عليها بتبقى احسن. تعفى دايما بيقولون ان ان انت ما تطلعيش بسقفة طمواتك قوي. تمام? اكيد تمام. لو عالية قوي انت يعني ممكن ما توصليش لانت حلمتيله. ام. فده ده صعب جدا. ممكن ياخرك. ام ام. فهماني? بس ده برضو حاجة حلوة جدا. انت سايبها كده على ربنا يعني مش مش محددة حاجة. اه طبعا محددة. ام. بس ما بحبش ها. بحس ان ما بتتكلم في الحاجة كتير. او تحكيها للناس عموما بتبوز. هي اي حاجة بتحكيها للناس بتبوز? بجد. والله لو عتعملي بسلة. ممكن تطلع بقى بسلة جزر بس. ده بجد. فلأ اللي انت تسيبها على ربنا كده وتعمل انت خطواتك لوحدك ده يتبقى احسن كتير. اكيد. ام. هسألك على حاجة كده يا جوهرية كده. ام. هل انتي انا عرف ان بتعملي بلوجرز كتير انا. ام. في ناس كتير بلعيهم بيقولوا اه لا دول بيعملوا البلوجرز اه غير العراس العادية. البلوجرز حاجة او العراس العادية حاجة. عرفاهم انا دول. ايه رأيك في الموضوع ده? اه لا طبعا هي نفس الحاجة ونفس الماتيريل ونفس كل حاجة اه بتتعمل البلوجر هي هي بتتعمل للعراس. بالعكس. ده انا ده انا خاف من اه عروسة وما من البلوجر. ام. يعني انا البلوجر اه موضوع من اللي بعمل لهم اصلا يعني مسلا ما اخدوش مني فلوس او كده. اه. لأ. بيبقى هم مش هكلميني عاديهم وهحبيني الميكب بتاعي. فانا بعمل لهم بناءة على كده. ام. بس. فهو الناس فاكرة ان انا لأ انا جايبة ده بفلوسي فانا هعمل لها احسن عشان تعرف تنزل لي حاجة. بزرط. ام. لأ هي لو مش حلو عموما البلوجر دي انسانة برضو. مش حلو ومش هتنزل. مش هيعجبها الميكب. ام. فهما بيجوا اصلا شايفين الميكب بنفس الميكب بنفس الحاجة كلها. فالأ يعني اللي بيقولوا الكلام ده. ده حاسة تتكلم قايفة ما نقول لهم يا جماعة. اصلا ده نفس. اصلاحي ده جيب العروسة. دي عروسة وعروسة. للميكب يعني وبعدين في حاجة تانية. العرايس بيكون دي مقامل مادي. ام. يستحيل ان انا مقامل ماديكش احسن حاجة عندي. بالزبط. بالزبط يعني انا هعمل لده ليه? ام. يعني ايه هستفيده? يعني هوفر في الماتيريال مسلا? هحط روش اقل. مش فهمة ليه يعمل كده? لا طبعا. لا بس. يعني بالعكس انا بحس اللي انا بعمل يعني انا زمان وانا قبل ما ابدأ في العرايس وكده. ام. كنت مع والله العظيم كنت بحط لهم ماتيريال عرايس. ام. ليه بقى? انا كنت الاول عايزة اشوف ماتيريال عرايس دي اتعامل معها ازاي? بزبط. مع سوري. حتى ساعتها كانوا ليه بتعملي كده? انت كنت بتقدري ماتيريال غالية مع سوري. انا عايز اتعلم. انا هتعلم حتى بالماتيريال العالية. حتى كانوا بيقولوا لي. انتي بتخساري يعني مسلا. اه بتخساري. لو مسلا الماتيريال غالية والسوريال فلوس قليلة. ايوة. انا لازم اجرب ولازم احط لها احسن حاجة ولازم مع بتاع السوري. عايز اعلى. ام. فبحط لها بتاع العروسة. ما اني ده حاجة تخسرني انا بس لأ انا حابة اللي انت تطلعي باحسن حاجة عندك. ام. فلازم اطلعك باحسن حاجة لان ده في وشي انا. يعني انت اصلا تلوك للناس ده في وشي انا. فانا اللي هخسر في الاخر. اكيد. هتخسر الفلوس اخر حاجة يعني اساسا. اه ما بالزبط. ام. بس. طيب قوليلي انت في برضو حاجة متعلقة برضو بالنقطة دي يعني انت دلوقتي. كاسو هايلة. ام. كاسو هايلة. ام. لو قدامك اتنين. بلوجر عروسة. تمام? وعروسة عروسة. اوكي. اه. بتعملي انهي الاول. لا اعلى حاسر بمعاد ده كل واحدة. لا مش معاد. مش قصدي معاد. قصدي زي ما الناس قالت كده مسلا. هي بتاع الميكا بحلوة قوي. ام. يعني الميكا بحلو اللي دي قوي وحلو اللي دي قوي. سهي اهتمت هنا سيك. اه صورت دي اكتر. مش عارف ايه او 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 او. بس انا ممكن اهتم بالناس اللي بتعرف تظهر. يعني لو بتتكلم انا واخدى فلوس من دي واخدى فلوس من دي ولا ولا لأ. لا بقى من بلوجر انه بتبعوش واحد. اه بس اه الفكرة ان انا ممكن اخلص العروسة الاول بحيث اللي هي لسه قدامها يوم طويل. اه وابدأ في البلوجر. ليه بقى? لان البلوجر بتبقى عايزة تصوير كتير قوي. مم. وبتبقى عايزة اهتمام اكتر. في موضوع التصوير. التصوير. موضوع الميكا. موضوع اه. موضوع التصوير. اه. خلينا ايه. لش تقعدت الحاجات على معا. اه. معاوزة من العرائز بتبقى. يلا بسرعة. يلا بسرعة. عن تصوير. او. فمش عايزة تتصور كتير اصناد. بس. طيب قوليلي. ايه اكتر عروسة? فاكرة اكتر عروسة ارتحتي معها ايه وانت شغالة? ارتحتي معها ايه وانت وانت موضوع اش عايزة اخلص. او. اسمها ايه? اسمها رحمة. كانت في الكاهرة مش انا. اه. وفي لأ وفي هنا في رانا برضو. وفي اختها كانت عروسة عندي مصوش فاكرة اسمها. جوتش عايزة خلاص شغل. جوت عايزة بداية شغالة معها. او بجد. اه مريحين جدا. اه. وطلباتهم واضحة. اه. وحتى يعني مش بيوتروكي وانت بتعملي ميكاب. لا. بيسيبوكي. يعني بيلولي كل طلباتهم ويسيبوكي. بجد. وآآ رحمة بالذات من اكتر العرايس. ناكت مهتمية بتفاصيل التفاصيل. فا كنتم مبسوطة بيها قوي. يعني اللي هي مهتمية ببشرتها فترة طويلة. آآ محتاجة مسلا تعمل فيلر. آآ محتاجة مسلا تعمل بوتوكس. الحاجات دي. آآ العرايس مبتبقاش فاهمة ان في حاجات في البشرة. عموما زي مسلا. بتساعد. اه. الحاجات دي اه 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 احنا ملناش دخل فيها. يعني هي اما يبانوا او الحاجات دي في الضحكة في الفارح مسلا او انت تتضايق منهم. فده ده مش عيب في انا. دي حاجات. دي حاجات طبيعية. انت مش بلاستيك. فطبيعي دي حاجات تبان. ام. انت بقى حابة تهتم بيها وبتحبق تطلع يعني في الفارح وكده. فبتعملي مسلا فيها بحيس اللي انت تبقى مهتمية. انا بتكلم عن الاهتمام عموما العرايس اللي بتبقى مهتمية بكل التفاصيل. آآ يومها بجد بتطلع حلوة قوي. فبجد اهتموا بقى. في في ناس بتقولي يعني انا الخطين دول اللي بقانوا عندي بسرعة جدا. انا. او. بنحاول نقول لهم طيب اللي ميكا قلت كم مشت يعني فبتكلم معا بقول لها ده وشك. ايش وهي اه ده وشك. ما في حاجات احنا مش بنعرف نعديها يعني اي حاجة بارزة في الوش او ما حعطيني الميكا بارت دي سحر. اه. انا مش ساحرة يا جماعة. انا مش ساحرة خالص. يعني مسلا اي عيوب في البشرة ازا كان مسلا حاجة خط مسلا. حاجة طلع عن البشرة دي ما واعرفش آآ اداريها دي ازاي. طب ده حاجة حاجة موجودة في الوش يعني هنداريها فين يعني مش دكتور موضوع غلط تماما بجد. بس. طب قليل يا سهيلة انتي آآ زي ما بيقوله كده يعني كل حد مسلا بيبقى مسلا آآ ليه هدف. آآ هدف مسلا من من الشغل عموما. آآ هدفك من الشغل يعني عايزة مسلا في ناس مسلا انا شفتها آآ انا هدفي مسلا اوصل لحتة مسلا انا اشتغل مسلا مع الممثلين. اشتغل مع مع الطبقة مسلا اللي ما اشتغلتش معها عمليك الطبقة الايه كلاس قوي. انتي انتي ايه هدفك ايه? وعايز عليك الحاجة على النقيق تماما في ناس برضو بتحبت لو انا بحب الشغل الشغل لأي حد. ام. تمام? لأ وفي ناس بتقول لي انا عايزة ارفع من من شغل لحد ما اوصل للناس بقى الايه كلاس قوي. انتي ايه? انا الاول والله اول ما بدأت الشغل ما كنتش حطى اي حاجة في دماري اطلاقا. ام. ان هو آآ سهيلة انت هتشتغلي معنا آآ وكده مش. اشغلوني يا جماعة انا معي. حبيت قوي. انا اصلا كنت احبة المايكاب لان انا كنت بعد اعمل مايكاب على نفسي كتير قوي. كتير كتير يعني بقى درسم. ممكن اقى درسم كده على وشي. آآ بس آآ فالموضوع بعد كده بقى جاء اللي انا لأ حبيت الموضوع. حبيت من اللي باخده من العروسة بعد كده. مصبور. حبيت بقى يعني حبيت اللي انا اطلع احلم عندي. بس. فيه الفكرة بقى ان انا الهدف اللي انا فيه اللي انا عايزة وطلو يعني. ان انا ان شاء الله اكون اكبر في الوطن العربي. بازن الله. بازن الله. بس. ان شاء الله طيبقى زي ما انت عايزة في كل حاجة بالضغط يا ان شاء الله. ان شاء الله. اوان يعني انا من خلال ما عرفت في انت مكتهدة جدا. تحب شوالك جدا. بتحب التطوري في كتير. آآ ده مهم. ماشي. انت قولي لي. انت عندك استعداد مسلا انت يعني معروفة. آآ ديتي كورس قريب. آآ. حسنا يعني نفسياتك ما تسمح ليكيش التعليم الحد يعني. لا 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 ايه دي خلص. لا. بالعكس تقول ليه ما انا كنت قبل ما ادي كورس اصلا كنت واخدى كورس. مم. بس لا ما لهاش علاقة. طبعا انت طول ما ما انت عايش. بتتجدد. بتتعلم. اكيد. وطبيعي. وطبيعي في ناس اشتر مني كتير طبعا. فانت لازم تتعلم. دي مش حاجة وحشة خلص ولا حاجة تقلل منك. اكيد انا بحس الناس مسلا ان انا وصلت البيك معين انا ما هنزل اخد كورسة عند حد ما بدي كورسات دلوقتي ايه المشكلة يعني. عادي. عادي جدا اللي انت هتتعلم. حتى لو كبرت مليون اه مرة في شغلي فانت هتتعلم. طول ما انت عايش وتتنفز. طب تتعلم. اكيد. عموما في الحقيقة بقى مش في شغلك. انا حصل لي موقف بسيط كده انا كنت باخد كورس اه في مكاني يعني سبارة مصر يعني. واللي بدين الكورس شاطر جدا يعني. اه. شاطر شاطر جدا. فانا اه في ولد ده مساعد المساعد. اه. شفت منه حركة عملها كده انا وقفت يعني ثبتت كده قلت ايه ده. ايه خرب بيتك. وده بجنبه. وريني حاجة مش شفتاش من اي حد من اللي وقفين. نعم الماسترز اصلا بقى ناس تقيلة جدا. اه. يعني ده. يعني درجة تالتة. اه. عليني حاجة انا صدمت. اتعلمت منه. بجد والله من اليوم ده قلت انا هبص على اي حد. اه. هتفرج على كل الناس. الكبير والصغير. العائل الصغير ممكن يوريني حاجة نعمر بحيتي مع معرفتها. اه ده. في ناس كتير 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 شاطرة في مجال الميكب مش معروفين. وده بجد. بالزبط بالزبط. بحست كده كتير جدا على فكرة. اه اه مش لازم يكون حد معروف وعنده فولورز والناس بتاخد عنده كورسات علشان يكون شاطر. في ناس كتير قوي. اه. بتبقى شاطرة يعني بس اه مش معروفة. مش حد يعرفها. تمام. وبجد بجد بزع عليهم جدا. انت انت نفسك بتحسي ده. يعني ناس معاك في نفس الفيلد وبتبدأ شاطرين بس مش معروفين للأسر. اه بجد فيك ناس كتير قوي. وفي منهم كمان ولاد مش بنات. في بنات فيه ولاد كتير قوي شاطرة. بجد. والله. بتحسي شغلهم حلو وتالنتت جدا وموهوبين قوي. معين معظم الناس بتنتقد اي ولد بيعمل ميكب. شوية. بس ما شاء الله عندنا نمازك حلوة جدا يعني عبدالله الرفاعي ما شاء الله وعليه بتعمل ميكب ازاي انت. طبعا كومنتات كتير طب يا جماعة انتو مش شايفين اللي ده فن ليه وهو بيقدمه. انا بحس ان ميكب اصعب من الشعر بكتير. في ناس بتقطش كورسات كمان. انا اعرف في ناس تالنتت كده اللي هو جات معهم كده. اه. يعني مالك على فكرة دي مالكة ربنا بيديها لأي حد. بالزبط. فماني ناسك خلاص اوكي انت شاطر. شاطر من غير ما تبزل مجهود. حصل. طبعا بس كلات تعليم دي بتكون كده يعني اللي هي مش مش متعلقة بمهارة عندك. مع بالزبط هو اصلا اي كورس انت بتروحه يعني انا مسلا ما بروح كورس مش مش بروح كورس كمان انا كنت بروح حاجة اسمعه ده بيبقى وبرع عن يومين اليوم الثالث بتطبقي. تمام. انت بتروح ابتاخذي تكنيك معينة. بتنمي بس اللي عندك يعني. اه بتاخذي تكنيك كده وتمشي. اه. مش بتاخذي يعني مش بتاخذي اه كل اللي انت عايزها. لأ انت بيعرفة طبعا خلفية كبيرة جدا. تروح يتاخذي بس حاجات معينة. بس تغرب قوي الناس بقى اللي هي ما بتبقى. ما تعرفش. ما تعرفش اي حاجة عن الميكب. اه. وعايزة تروح تاخد ووركشوب. اه اه انتو عندكم بتكون متأسنة مسلا يعني في حاجة مسلا اه وفي حاجة لسه بجانر او كده ولا هو كله. لا 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 هو عموما بيبقى مسلا يومين. اه اليوم التالت بيبقى للتطبيق عموما. بس اسألك سؤال هو دلوقتي لو واحدة مسلا اه في مسلا بشوف دايما جايكوب بيجي ادي كورسات كتير في مصر. اه اه. تمام? لو واحدة مسلا هي مستوى في الميكب مش جامد اوي. يعني مش افضل حاجة في الدنيا. اه. ينفع بقى تاخد حاجة اوي اوي. انا بتكلم في كده. بتكلم في الناس اللي ما بيعرفوش اصلا يعملو ميكب. جميل. يعني انا كان في واحدة معايا في كورس في الوركشوب الاخير بتاع جايكوب. اه. ما تعرفش يعني ايه يعني انواع الكونزيلر حتى. اصلا. يعني مش ما تعرفش تعمل ميكب بتعرفش اي حاجة خالص. فهي جاية بتعمل ايه طيب? المفروض المفروض اللي انت تاخد كورس الاول كورس بقى تفاصيلي. كورس برايفت. تفهمي كل لان بيبقى فيه مسلا خمسمائة واحدة. انت عتعرفي تسألي اصلا لو في حاجة مش عارفها. اكيد لا طبعا. ما بالزبط. ام. فانت لازم تاخذي وتدرسي كل حاجة بعد كده اخذي راحتك. انت اصلا ده لازم تكون اللي هما قريدي هياخدوا الحالات المهمة. ام. او مسلا للناس مش لازم الناس اللي هي عندها خلفية عن الميكب عملت قبل كده مع حد. كده ايه. دلوقتي ايه رأيك آآ في موضوع ان انت الناس بدأت تقول عليك ان انت بلوجر اكتر. سهلا بقت بلوجر وبقت آآ الريفيوز بقى وبتاعهم مش عارفية والحاجات دي وبقى بتديه تمام للموضوع البلوجر اكتر من الميكب ايه الخالص يعني انا خالص بالعكس. انا لو عندي مسلا شغل آآ برا اللي هو البلوجر يعني طبع البلوجر وكده. وعندي عرايس انا بكنسله اصلا. ام. لأ خالص بجد. لان انا شغلي الاساسي ده واغداء جنب شغلي بحيث اللي انا انا بحب الحاجة دي زي حاجة طرفيهية فبعملها. بس بس مش معظم يعني مش كل حاجة باخد منها فلوس صراحة. تمام. يعني مش هقولك لأ ما باخدش من ناحية البلوجر آآ فلوس لأ باخد. بس مش كله يعني مش مش ده شغلي الاساسي. ما بلاقي حاجة فيها مجهود وتعب وتصوير ومونتاج وكده. لأ دي بيبقى ليها طبعا بودجت لازم. بس انت اهم حاجة انت عمرك ما هتدي للموضوع البلوجر ده اهتمام اكتر من يعني اكتر من شغلك الاساسي. بجد. اكيد شغفك اهم من اي حاجة يعني اهم من. اه انا بلاقي نفسي في المايكب اكتر اصلا. يعني حاجات التانية دي اه بحبها وكل حاجة بس اكتريتها بتوترني. بتوترني لان ان انت بتصور وبتعمل وكده. ومعظم انت بتصوروا وبتصوروا قدام ناس فانا اصلا يعني بتكسف. بتكسف من الناس. بتكسف اللي يا جماعة. بس كده. طيب قولي لي يا سوهيل انا هستعلك حاجة كده خاصة بالبنات شوية. انت نفسك اه انا اعطيك الفرقة تلعني مش عالك محجبة والله شوية. انا اش سألك يا مدوش. انت نفسك تلبيس عندي مين مفاحك? من اسرقك كصوص طبعا. بتحسك تقولي كده والله العظيم. اسرقك كصوص طبعا. بتحسك تقولي كده. لا بجد ما شاء الله عليها يعني. حلوة قوي 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 قوي. طيب مين يعملك غير سهيل? وغير سورة? اه مش عارف بس انا كان في دماغي يعني لان انا بحب الميكب بتاعه قوي. جايكوب. سهيلة انا مش متوافر في مصر? لا. يعني لو مش متوافر في مصر مش عارفة اكون انا اكيد انش عارفة. بس انت نفسك في جايكب اه اه يعني لأ انا بحب الميكب قوي بتاعه وبحسه اصلا يعني شبهك. اه اه. واخد مني يعني انا اللي واخد منه سوري. لا مش اصبت بصي اقول لك الحاجة. عايز اقول لك الحاجة احنا دايما بنتأثر بالناس الايدل بتوعنا اللي هو الناس ان احنا مسلا ماخدينهم قدوة لنا. اه. او ان احنا مسلا شايفينهم بنتعلم منهم. بنتكون متقصرين بهم جدا. ايوة كمان انا انا يعني مش اخد عنده واحد انا اخدت عنده اتنين. اه. فبالنسبالي لا انا بحب بتاعته. اه رسمة العين بتاعته. انا انا بحب الموت ده من الميكب اصلا. بس. سويلة انا عملك مفاجأة بقى. مم. هنزلنا من وراكي. مم. على الانستجرام. تمام? اصلا. واسك بقى وايه بقى? هنشوف بقى الحاجات اللي جاية لك بقى انت مستعدة عارف? حاسك هتتوتري قوي. فانا بقى نزلنا يا طبعا. انا عارفة ما بيبعده ايه? اخدنا منك التلفون كنا ما تحسي ونزلنا وكده وهنشوف دلوقتي بقى سئلة كتير عالفكرة اه? انا عايز يقلس انت اخدناها بس كشوية. اوكي. اه بدأتي تبقى ميكب ارتست ازاي? دي ماري معبيد. اه بدأت ازاي? بدأت من اخواتي. لان انا اخواتي اصلا ميكب ارتست. فاتعلمت منهم لان انا بشوفهم كتير يعني من وانا صغيرة. يعني يجي اكتر من خمستاشر سنة بشوفهم بيعملوا ميكب بس للعرايس وكده. فانا بقى من كتر ما بشوفهم انا حبيت الموضوع اصلا يعني انا صغيرة وانا بقى اجرب في نفسي يعني انا فاكرة اول مرة كنت بقى لابس لنفسي لانسس دي وانا صغيرة قوي. وانا افتدائي بتاقي قاعدتها لعب كده. اخرب عين. ايوة بجدد اللي ربست بقى عين ومش عالفة لابس العين التانية قاعدة بقى انا كده. قطة دي ولا ايه? بس فا اه انا تعلمت منهم كتير طبعا هم اول حد تعلمت منهم. وهم اكتر ناس يعني طبعا ساعدوني في الموضوع. اكيد طبعا اكيد لقوا وماشاء الله سوزي وصورة يعني اكيد وقفين في ظهرك دايما. اكيد طبعا. طب انا اخليكم البعض. يا رب. اه تمام اوكي. في اه شادن محمد لك مبروك. مرسي. اه اوكي اه خلود يحيا. الاحسن اعمل ميكاب الاول ولا شعري? اه اه اصلا اوكي ده سؤال مفهول ننقشه جدا على فكرة يعني عايز ننقش السؤال ده بقى بالتفاصيل يعني انت رضي بقى. لأنا بالنسبة لي الميكاب الاول. الميكاب الاول. او. لان اه الشعر اه بيكمل اللوك يعني بعد ما تكون انت عملت بداية النص اللوك بتاعك. فالشعر بيكمل اللوك بعد كده طبعا درس. ليه بقى? لان انت وانت قاعدة على الكرسي اصلا ممكن حاجة تبوص في شعرك. اكيد. بس الميكاب مش حاجة هتبوص منه. تمام طيب اه يعني ان دلوقتي بتفضلي الشعر الشعر بعد الميكاب. اه. جميل جدا. طيب اه دلوقتي يعني حاجة برضو تخص برضو للموضوع ده. انت بتتقزمي قوي من العروسة اللي هي مسلا بتقفش? لا انا شعري الاول وبعدين الميكاب يعني بتحس ان انت مش شغالة مش مرتاحة? اي عروسة اصلا بتقفش الافاشات دي انا باخد جنب منها شوية صراحة. بس انا هقولك يعني على الحاجة عشان طبعا ده شغالين. انا بحس ان مسلا مسلا عروسة قورتها ساي كبير. ام. فهترى النزل قصة. يعني هنزل قصة او انا هنعمل ايه يعني? ام. يعني مسلا عندها مشكلة بسيء موضوع ده. طب انت كم يقول تفضل القصة دي فيه? اه بنرفع. وهتبوز يعني بالاخر هتبوز يعني. انا باتكلم في كده بقى. انا باتكلم في التفاصيل دي واصلا عادتها على الكورسي والهاية تسند. الموضوع بيبقى انا بشل لها الظهر اوكي انا ما عنديش مشكلة. بس الموضوع بيبقى متعب لها ومتعب ليا. انت شغالة يعني بتكاري قوي وبتاخد بلك من التفاصيل وفوق ما تاخدش بلك منها اصلا. انا يا اياه من ميكي واقع ببالي من شعري بعمل ميكا. ما بالزبط يعني انا عايزيك تطلعي بيرفكت. بزبط. مش موضوع ميكا بانا بعملو لك وبامشي. الموضوع مش برقى اح دماغي. بزبط. ده اللي قصدك تقولي يعني مش عايزة رأي انا عايزة تطلعها حلوة اكتر من انا انا عايزة رأي اح دماغي اعمل اللي انت عايزة انا لها الساعة اللي هعمل لك فيها الميكا بخلص. وخلصنا. عندي حق. تمام. اه في برضو اه تامر حسني حطك عنده في ستوري ايه ناس تا? اه اصلا. ايه ده? ايه ده? ايه ده? ايه ده? ايه الموضوع ده? ده هتسألك تقريبا ده حصل? مش عارفة. انا مش عارفة نسا اتخل دلوقتي. تمام ماشي. تمام يعني. بس احنا محتاجين ك تسمعيه كويس. اوكي. عشان تردي عليه رد. اه بغي نظر عن الاسم. اوكي. اه عايز اخو نصيحتك انا بحب حد وهو بيحبني بس هو لبناني. وخايفة قوي من حتة الجنسية دي مع انه عايش في مصر من خمس سنين. طيب ايه مشكلة? ايه? ايه مشكلة? يعني ايه هو عايش في مصر? هو اصلا اللبناني ايه الفرق مع المصري? انت وعنديش مشكلات تتجوز واحد مش مصري? لأ عادي. معادي? لو هو انسان كويس. هو الانسان كويس ازا كان مصري او لبناني او ايا كان هو اه جنسيته ايه هيفرق في ايه? مدام هو انسان كويس خلاص. المشكلة. كمان ما هو فيه مصريين مش كويسين ايه? استعرفي من ايه لو عارفسي حد مصري ان هو ده الشخص المناسب. يعني. كمان ده لبناني يا بنت. ده لبناني. اكيد كويس. اكيد كويس. لو قالها تقبريني ولا حاجة اكيد يعني. اصلا هي لازم حبيته اكيد من كلامه. طيب انا اسألك يعني اللبنانيين الرجال اللبنانيين مصنفين ان هو من اه اكتر يعني اكتر رجالة اللي بيعرفوا يدلعوا الست. طيب انش عايزة اكتر من كده. طيب انا هقولك موقف حصل معي والله العظيم ده بجد. يعني مره عروسة لبنانية. ومامتها اه هي كان يعني هنعمل ليها والاخواتها والمامتها. اسمها سلاف. المهم اه مامتها اه ست اه لزيزة جدا. اه استقبلتنا طبعا في اول يوم وكده وباباها مش ابنهوش خلص. كنا قاعدين. تمام? اه وعملنا العروسة وخلاص وكده وجات طبعا عملنا كل الصغيرين وجي دور مامتها. طبعا. واحنا بنعمل لها فباباها جي. بابا العروسة يعني. ولقيته عمالي بصري كده. وراحقرب مني. قال لي مرة اطلع احلى من احلى من بنتي. فقلت له ماشي حاضر والله يا حاضر. اه قال لها بديكش طبعا باللبناني الحلوة بتاعهم. ده بديكش? قالت له انا عايزة الصندوق البوهرات بتاعي. راح جابه له وبدأ ينقلها الحاجة عشان يلبسها. يا حيات. تمام? اه بعد كده راح جابت جزمة ولبسها لها. ده بزمتك في رجل ناصر هيامل كده? بجد والله الحظيم بتتكلم بجد. لأ اتجوز يا بنتي على انا حسيت ان انا اه في حاجة غلط بتحسن وان ده اه يعني ده انا حاسس ان في حاجة غلط ده مش حقيقي. فجي حاسب. لا بسوادان على الفكرة المفروض يكون الطبيعي. لا انا لسه هكمل ده لسه جاي. فجيت احاسب فهو بيحاسب الاسستن تاني بيقول له احساب لحساب لعروسة لوحده. وحساب البنات لوحده ومواطي لوحدة. فهو حاسب كله. حساب هترشي على الفلوس ولا اي مش حاجة. مش فهم. البنت اوقفة بتقول لي. لا هو قصد هو عايزة اتفع فلوس دي يا ده المرات ومش عايزة اتفع الفلوس دي. فبقول له طب ليه طيب? قال لي دي المالكة بتاعتي فلازم اللي بتعلها اكتر من. بقول لك. جوزوني لبني يا جماعة. كلميني ساحبو. طب هكملك. نزلين بتاعته صوي من احنا مع الفرح. نعود شوية يعني مكده يعني. حبينا جدا. فقلت له مفيش مشكلة. فانا بقول له اه هو قاعد عم يبوس في ايديها. يبوس في رأسها. قلت وحدك عندك كم سنة? قال لي اتنين وخمسين. قلت له حضرتك. قيت لي اتنين من احنا قد بعض اصلا. قلت له متجاوزين ايه كم سنة? قلت له متجاوزين اتنين وتلاتين سنة. ومعنده ماشين سنة. فقلت له انا موكناس اكس وقال انت ازاي لسه قاعد لحد الوقتي بكل القدر من الحب والاهتمام ده. ما شاء الله. قال لي جملة يعني في حقيقة والله بترين فوداني لحد كم دل الفين وخمسطاشر لحد دلوقتي بترين فوداني. قال لي شوك يا محمد بدي يقل لك شيء. الراجل اللي ما بيدلع مرته منه راجل. شكرا. اوكي. يعني بس على طول يعني. كصف جبعد الرجالها كلها. كتير. اللي ما بيدلعش مراته هو مش راجل. خلاص اوكي هنعدي بقى الحتة دي. شكرا. بس بلق يا اتجاوز اللبناني يعني سهلا بتقول الجوز اللبناني وانو مقول الجوز اللبناني برضو. او والله العظيم. ساحية قعد في مصر خمس سنين دي مقلقة شوية هيوخب مننا يا شوية هيبعدل الدانية. ربنا يوست بس ويبقى فيه لسه الحس اللبناني. لا لا ان شاء الله ان شاء الله مش يكون طبعا عليه كل ده. طيب اه في وحدة هنا بتسألك سؤال. اه تجوجي عليه. ماشي هقول اسمها برد. ماشي. اه سهيلة انت اتخطبت مرة قبل كده. مم. حبيتي بعدها? لا. ما حبيتيش لحد الوقت. لا. طيب اوكي. في اه واحدة تانية بتقولك انتي بتنزلي على طول تباين انت مرتبطة. مرتبطة? لا. ادي حكا دي كد? ادي حكا دي كدب قوي دي طولت جدا يعني. لا بتحكي كتير. لا بس انا عموما انا انا شخص. طول ما انا سنجل هتلاقوني بلا نزل قدية انا محبة للحياة ومحبة للحب جدا. طول ما انا مع مع هتلاقوني بكتائب على طول. يعني يعرفوا ان انا دي جي انا شخصيا. يعني دلوقتي طبعا اكد مش. ما انت ما بتجيبه لناش غير كل اكتائية بالصراحة. مين احنا حضرتك انا الجيل عموما. اصلا يعني. يسويك عبارة تطفش منك الناس. ماشي. مش مهم. مش طيب اوكي. في برضو هنا بنوتة لطيفة جدا جدا. بتقولك ان شكل جميل قوي. وستايل لبسك حلو. مرسي. هتلاقل ترحا? لا لا هي الا الضوء. ازاي مع بعض تايل? لا يعني هي معجبة بستايل لبسك هتلاقل ترحا في مع بعض يعني يعني كل الناس ممكن. لا. خلص. لا. اكيد. من فترة كبيرة يعني من فترة من شهور كده كنت دخلت في كتائب سابق الموضوع ده. بسبب اللي انا ما كنتش طيق ابص في المراية بالطرحة. يعني بجد ما كنتش حابة نفسي اطلاقا. بس بعد كده اا قعدت واحدة واحدة حسيت ان انا لأ مش عايزة اعمل الخطوة دي خالص لان الحقيقة دي كده. فانت مش مش مضطر تعمل حاجة تخضب ربنا. يعني ليه? عندي حق. احنا فينا اكيد زنوب وبنعمل زنوب. مش محتاجين نزودها. بالزبط. والواحد اكيد في لحظة ممكن عمره. ما بالزبط. فلا انا ما حبيتش الموضوع ده خالص. وحسيت ان انا كنت كده بسبب الناس. بسبب الناس في ايه بقى? اا مسلا انا كنت ببين شعري قبل ما سافر العمرة. فمن الطرحة يعني. فا ايه ده مش حجاب. ايه لعيه احسن. فانا كل ده اثر علي انا. فخلاني عايزة قلعي الطرحة. انا لأ انا فيش حاجة يتأثر علي. انا عنيدة جدا. احييكي والله هالعزين ده. بس. بس وسط الهوجة كله بيقى الطرف انا او بجد لا. مدام متمسكة. وحسيت اللي انا بقى ساعتها عايزة ارجع لربنا فعشان كياه سفرت العمرة بقى يعني. انا خطي بقى. انا خطي بقى. انا خطي بقى. انا خطي بقى. بس. انا 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 بلاقيه ان طريق ربنا ده اكثر طريق ممكن ناخده ان احنا نرجع لصوابنا او ان احنا لو في جوانا لاخباطة. او نتحل مشاكلة. بالزبط يعني انا بشوف ان الطريق ربنا ده اقصر طريق. ده فعلا والله. اقصر طريق واحسن طريق. وعاز اقولك الحاجة. مش دايما الناس عندها حال المشاكلة. مهما كانوا قريبين لنا. الوحيد اللي في ايديه حل كل حاجة هو ربنا. انا مش شايف اصلا ان في اه موطق او في سبب يخلاني عن ربنا عشان اصلا نرجع له. تمام? انشان ننزل نكون قريبين. بس ربنا يا سمحنا لو فيه تأثير او حاجة ان احنا في لحظة ان احنا نعرف انه في تأثير اصلا. فانقرب اكتر. اللي انت تعرف اصلا وتحس دي نعمة. اكيد طبعا. في ناس كتير اول. في ناس كتير ملهية. ملهية وتعطي الله يا اما هيجي يوم هيجي يوم. طب انت تعرف من ايه اليوم ده هيجي. بالزبط. وممكن ما يجيش. بالزبط. ممكن قصد اليوم ده عملك يخلص في سنة في سانية. بالزبط. ما تلاقيش حياتك اساسا اللي انت مستني مستني اتقرب من ربنا فيها. ده فعلا. لا بس والله هي برغم. مرسي. اه في سؤال دي هتجاوبي عليه تفصيلا. تمام? اه مواصفات فتى احلامي. طويل. طويل من هنا البكرة. انا انا طويلة. طويل من هنا البكرة بجد. طويل طويل. اه حنين 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 لان الحنية دي مش عند بنا قدمين كتير. اكيد. اه وان هو يقدر الست اللي معادي مش عند الناس كتير برضو. ومش يعني في ناس بتقولها. انا احنين وبقدر الست وانا وانا وانا. بس مش بيعمل بيها. اه. في ناس بتبقى دي بقى يعني مواصفاتها. اه. مش بيقولوها بس. اه وطبعا الاحترام ده ده اساسي. اكيد. بس. طيب اوكي. اه في هنا سؤال اه تقدري تتعاملي مع راجل خين. لا طبعا. ما تحبيش. ما حبش هو انا لمجرد اللي انا عرفته اللي هو خين فخلاص انت هتخون في كل حاجة بقى. هم. فلا. مع السلامة. يعني خين نو. خلص. اوكي بشي. طيب اه لو اتجوزتي حد كويس جدا في كل حاجة بتحبيها. اه بس هيقديك من شغلك? لا. خلص. او لو اتك شغلي بزيزي. اه طبعا. اه طبعا يعني. اهم حاجة. لازم لازم لان ان ده شغلي ده كاريري ده ده مستقبلي. اه فهو جاي عليه. بزيزي. فهو مضطر ان هو يقبل بالوضع. مش هيقبل بالوضع ما كانش حبني اصلا اما كانش عايزي تجوز. اه طبعا. يعني. مش هاني ما حد يهده اكيد يعني. ده كده كده. بس فلأ ده دي حاجة مهمة جدا. هي واهلي طبعا. اكيد. شغلي واهلي ومستقبلي. اكيد. بس. احنا خلصة بكرة الاسئلة وهنرجع للاسئلة العادية بتاعتها. اه. انا خايفة منك. الاسقي كان صعب ولا كان لازم. اه لا حلو. اوكي ماشي. طيب. اه سهيلة قليلي ايه اكتر حاجة ممكن. هم. تحس بسببها ان انت فعلا 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 فشلتي. ايه اكتر حاجة ممكن تقصر يا سهيلة. نفسيا. نفسيا. اه. بلاش. ايه اكتر حاجة ان انا افقد حد. ايه اكتر موقف بعد ما حصل لك حاسية تش قادر تكملي اصلا عموما. وفاة مامتي. اه. دائما ان وفاة مامة تكون حاجة صعبة. طبعا. طبعا. يعني. القب مقارب حد. اه طبعا. ان انت تفقد عموما اصلا شخص انت كنت معتبر كل حاجة. يعني اب ام سند. اه لحل المشاكل. كل حاجة. فانت انت كل ما بتوع في مشكلة. بترجع اللي هو. طب انت فين طبعا احكي لك ازاي دلوقتي. مزبوط. فا ده صعب جدا. عندي حق. دي برضو يعني برضو بالتبعية دي اكتر حاجة اثرت علي. دي اكتر حاجة اثرت علي واثرت فيي وخلتني اقوى من زمان. برضو. يعني هي ليها مميزات وليها عيوب. طبعا يا عيوب اكتر. بس المميزات ان هي تخليك واقفة على رجلك. وما بقاش تفرق معاك اي حاجة يعني توقعك. هو طبيعا ان انت بتحس ان انت محتاجة تثبيتي للناس ان الشخص ده اه اثر فيك ايجابيا انه حتى بعد ما راح التربية لربهالك دي اه خليتك احسن. اكيد طبعا. بس معا ده اه انا قبل ما اماما توفى ما كنت شوالا قد مسئولية ولا انا اتحمل المسئولية اي حاجة. اللي انا برضو كنت وفت وانا سن صغير وانا طمانتشار سنة. طبيعي. انا مرة واحدة كبرت. يعني مرة واحدة. كبرت كزا سنة. كبرت مليون سنة. مرة واحدة انت مسئولة على كل حاجة مسئولة على شخص. كيفية الصرفاتك. ودراسة. وحياتك. واختياراتك. واختياراتك وبيت. انت خلاص انت انت ست بيت دلوقتي كبيرة. فانت لازم تتعاملي على الاساس ده. اكيد. لازم تتعاملي على الاساس اللي انت واحدة كبيرة وما فيش ما ينفعش تغلاصي اصلا. بس. دايما بحس ان اهلينا لما بيسيبونا بيخلونا عرضة للناس. عرضة للناس الناس بقت بص لنا اكتر من الاول. ده فعلا. اه عملنا ايه? اتصرفنا ازاي? اه. حبنا مين? سبنا مين? اتجوزنا مين? كل الحاجات دي بحس انها بقت اه زي علينا كده الناس بيبص علينا بيشوف بقى نتاج التربية دي راح فيد. ده فعلا. الناس اولادي سابونا يعني مفيش حد نرجع له. اه. فاحنا رايحين فين? يعني هنبقى كويسين? هنبقى وحشين? زي ما في ناس الموقف ده بيجمعهم زي ما انت قلت بايجابية وفي شوية سلبيات. في ناس يميعها بس بقى. ده فعلا. في ناس كتير بتضيع. اه. بتضيع بجد فعلا. بس ده برضو على حسب التربية وعلى حسب الناس دي. اثرت فيك باي? اكيد. وثبتلي الكلام عامل ازاي? يعني يا مامو كانت دايما تقول لي مستقبلك 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 بس. بعد كده بقى فكري في اي حاجة تانية. طبعا اي حاجة تغضب ربنا لأ. اكيد. بس. ده زي ما بيقولك ده يعني الناس هتفضل بصالك تشوف التربية دي راح تفهم. هتربية دي اثرت فيك? في ناس ممكن تربي كويس. والله هو انا اصلا كسهيلة مش بيهمني قوي كلام الناس قد ما بيهمني ان ده يرد ربنا او لا. بس. طب مناسبة كلام الناس بقى. وانت طبعا يعني اي حد طبعا في في مجل الناس ممكن تبص عليه طبعا بيطلع عليه كلام كتير يعني. انت كلام الناس ممكن يقصر فيك سلبيا? يعني لو مثلا يكسر فيك حاجة? كنت. دلوقتي لا. حصل مرة موقف كلام من حد. انا بقولك موضوع الطرحة ده مثلا. اه كان اصر فيه فترة. بس طبعا انا حتى ما بينتش. يعني حتى ما بينتش. خالص. للناس. بس طبعا انت ما بتبقى في فترة تتعبان نفسيا. انا بقفل علي حياتي. ابقى كويسة اطلع للناس. تمام. انا كده. اه بس اه لا. هو ما فيه شجرة دي بس اللي اثرت. ما ما فيش حد بياثر فيا. اه زمان وانا صغيرة قبل ما بتوفى برضو. كان اي حاجة بقى بتاثر فيا. لو حد عمل لي كده. اه هعيت. هعيت بلاد. دلوقتي لا. لان انا عدت بمواقف ومشاكل خلتني ما 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 حسش بالمشاكل الناس دي ايه ايه بيتريقوا على ايه? بيعملوا ايه? مين دول اصلا? ومعظمها بتبقى اكاونتات فيك. فانت هتتخانق ولا تزعل من كلمة حد عمل اكاونت فيك عشان يضايقك? لا. نا ده ما بحس ان بحس ان الناس اللي شغالين في الفيلد ده قلبهم جامد. يعني قلبهم جامد. يعني فيه الف حد بيشكر فيها. هتجي من الخمسين اللي بيشتموني يعني. يا اما خلاص. اه ملأ بس يعني انا بالنسبة لي مش الفكرة في كده. الفكرة ان انا بلاقي انتقادات حتى يعني مش. يعني لو واحدة بتنتقل. ملاش اساس. بس بنصيحة. يعني سهيلة معلش. والله انا برد عليهم وبتكلم معهم ومعرفش ايه وبعرفها واحد اتنين تلات. اما لو واحدة بترد بقلة ادب. فانا عمري ما هتقبل منك النصيحة. عمري يعني عمري في حقيقي. طب بالنسبة بالنسبة للسؤال ده يعني. اه قولي لي يا سهيلة انتي اه في ناس اللي هما يعني احنا بتقدم شونا ده يعني اه السيرفز دي مقابل اه مقابل قيمة معلية. تمام? مم. دلوقتي مسلا انتي ايه رأيك في الناس اللي ممكن مسلا تستغل حقها ان انا مسلا عشان اه هتقدميني سيرفز بمقابل يعني مادي. اه فانتي انا من حق ان انا مسلا اتكلم وحش او هتعامل وحش او هو ده طريقتي هو ده اسلوبي انا حرة. انتي رأيك في الموضوع ده. نعم تاخد فلوسة وتمشي. بس. الناس بيقولوا دايما. اصحب شغلين على اندك. اكيد. بجد يعني في نفئة كده من البن قدمين فعلا بيحسسوك. انا جاي بك بفلوسي فانتي انتي تعميل اللي انا عايزاي وبالطريقة اللي انا عايزة. لأ. مم. ده لو انتي بتتعاملي مع ريبوت. مم. ما عندوش كرامة اوكي ماشي. تعاملي مع برحتك اللي انتي عادي تعملي. مم. بس لا كل حاجة الاحترام. مش هتحتمش تبقى محترمة. مش هتعاملي باحترام. يبقى لأ شو فيه بقى ميك اب ارس تانية بقى تتعاملي معها كده. اكيد. بس انتي الناس بتقول لك اصي زيبون دايما على الحق ومش عافية اوكي. بس انا بقى بارد الرب تاني. دايما على الحق اوكي. ما عنديش مشكلة. بس بكل احترام. المحترم على الحق. بس. مش محترم. مش على حق. مش عايزينه قسطة. مش عايزينه اجعل دماغ. بالزبط والله عزين بجد. لا انت عني الحق والله. طب اه دلوقتي انت مسموحة تسأليني. تلات اسئلة. واحد اتنين. تلاتة بس. اتقطريش عن تلاتة. اه ده. اوكي في اي حاجة. اه ميش. ايه اكتر موقف صعب اه قابلت مع عروسة. اكتر موقف صعب قابلت مع عروسة اه اكتر موقف. وحش. موقف وحش يعني خلاني انا مش مش عايز اه اه اشتغل اه كان في مرة عندي عروسة عميتلي مشكلة كبيرة قوي. اه هي اه هي مومتها وحماتها وهي. اه وهي عايزت تسريح بتفرهني وحماتها عايزة حاجة ومومتها عايزة حاجة. ايه ده في? انا انا ارضي التلاتة يعني بس بشاف ارضي التلاتة ازاي. والتلاتة مش عايزين نستكروا على حاجة. وانا اتأخرت جدا. فاتريت يعني بشتغل ساعة اشتغلت ساعتين وربع. فقلت لها انا قدامي بالزبط خمس دقايق ومش هكمل شوري. يعني ايه مش يعني ايه قلت لهم ده اللي عندي والله. قدامي خمس دقايق بالزبط. اخد برأيي العروسة بس. لا العروسة اصلا مش عايز انا بقى تضحكي يعني انا بقول لهم مومتها يا فندم اه العروسة قايتلي بنت صغيرة هابلة مش فهم حاجة ما تسمعش كلامة. انا بقى النقطة دي بتعصب منها. اما واحدة بتيت قولي اصلا هي ما تفهمش في الميكب وصلها صغيرة طب يعني هي مش عارفة تختار الميكب اختارت العريس بجد اختارت اللي هتعيش معا حياتها الناس بيقدمت عصابي. يعني الاختيار ده صح والاختيار ده غلط. انا بيبقى هم بقى اللي مختارين برضو العريس. اه اكيد اكيد حاجة زي كده. بس. لا انا اصلا يعني انا بقيت قلت لهم طب اوكي خلاص تمام مش سي جدا زلت الحاجة ومشيت. اصلا. اه تعملها التسليح اللي انتم عايزينها يعني بس انا مش هعمل حاجة. ده كان اصعب موقف صلحة. ده كان. طيب اه اصعب موقف في حياتك بقى. موقف في حياتي اه اصعب موقف في حياتي. مش في الشغل يعني. مش في الشغل. اه اعتقد اه يعني كان خبر رفاة امي شوية. تمام لان انا كنت اه يعني كنت شغال اصلا. فالخبر جالي مقالوا ليش ان هي توفت. كنت موجودة الفتر اليوم ده. اه يعني ما قالوش ان هي توفت. هم قالوا لي تعالى. ام. تمام عشان هي تعبان. ام. فانا اتصدمت يعني دخلت لقيتها. بس انا على عكس انا ما اتكلمتش خالص. انا ما عملتش حاجة. يعني ما هو الخبر بيتو بقى انت ساكت. لأ انا كل اللي كان هامي كان اخويا. اخويا اصغر مني طبعا فانا كان كل هامي اني محدش يشوفه ضعيف. ام. فانا قلت له اثبت. فيش اي حاجة حصلت. هنوضي ماما لبيت. والنوضوع هي انتهي. وما فيش حاجة هتحصل خالص. تمام? بركز كده. راح وها وبعدين وكده. وجي التاني يقوم بقى في العزة. فالناس آآ قاعدين لقوني دخل عليهم بشنطتين عصير كبار كده. الناس اللي في العزة. قولي العصير ايه اللي? قلت روهم امي ما كانتش بتحب الاهم. يا انا بتحب العصير. اجيب لكم العصير ليه كان بتحب. اشربوا العصير. اشربوا العصير ليه كان بتحب انا بقول لكم. بس عاشي انزل من انا. بس. ام. انت محد قلت ليش لي موضوع الاسئلة انا كنت هاسألك اسئلة كده. على غفلة كده. ليه بس. اه مبسوط في الجواز? اه مبسوط في الجواز. لا ايه السؤال ده انت. ده جيه كده. ده ممكن على فكرة ممكن اقدم عادة جدا. حافتي على فكرة. لأ بس اقولك الحاجة. هو انا يعني هادي نصيحة هائه مش نصيحة ولا نصيحة ايه بس. لا بس انا اقول حاجة يعني هو انا باشوف يعني يعني اللي كنت مرتبه قبل الجواز غير بعد الجواز واللي كنت بابصوه قبل الجواز غير بعد الجواز في حاجات بصوا عليها قبل ما تقدموا. يعني تقدم على فكرة فكرة الجواز دي ايه بقى الحاجة دي يعني? الجواز مش سهل ومش صعب. ومش مريح ومش مزعج. جميل? تبني آآ عشتك مع شخص على ايه? ده الحاجة اللي خدت بالي منها بعد الجواز. آآ الاهداف. اهداف حياتك المستقبلية مفيش حد ملوش هدف. ملوش هدف انسان فاشل ملوش لازم. صح. فهدف حياتك اللي انت بتحلم بيها ونفسك فيها ونفسك تحققها. لازم تلاقي شخص موافقك على نفس الاهدف. صح. موافقك على نفس الاهدف. آآ الحتة اللي انت عايز تروحها هو كمان عايز يروحها. وعايزك تروح لها. دي اهم حاجة. واهم حاجة كمان لو انت طموحة ما تخليش شخص مش طموح. هيقتلك. هيتفنك. ده فعلا. تمام? في حاجة آآ بتكون يعني موضوع ده عند الرجالة طبعا ما بيحبش فيست تأنجح منه. ده موظم الرجالة كده فعلا. وممكن يكون اصلا واخدها نكحة. هي الشغلية على نفسها ونكحت زيادة. واعجب بيها وهي نكحة. بالزبط ونكحت اكتر. مم. مقارن ان نكحت اكتر منه بيبقى عنده مشكلة. تمام? فلو انت نجحة او انت ناجح. تمام? آآ لما تجي تتجوز حد ركز جدا جدا جدا. مم. ان الطموح يكون واحد. الاهداف واحدة. تمام? مش بتكلم في امكانيات. مم. امكانيات مادية. امكانيات تعليمية. امكانيات اجتماعية. مم. مش ده خالص. مم. مش ده خالص يعني. ما انت عبدالغافور البورع ده كان مليونير. مسلا. مسلا. هو راجل مش متعلم. جاهل. لحد ما مات مبعرفش يقرأ. جاوب بقى السؤال. انا سؤال بزبط. انت رسوط في الجواز? اه السؤال طبعا. آآ بصي هقولك الحاجة. آآ انا مش هقدر راحكم يعني انا الحمد لله مرتاح جدا. تمام? الحمد لله. بس آآ الجواز ده آآ زي مسلا زي ما تقولي كده ايه? يعني كداب اللي يتجوش وانا يا الجواز ده ده طعفة. ده جامد. لأ ده مدخلف. ده اي كلام. كل حاجة ليها الوحش والحاجة. ده لو بس اقلك الحاجة. احنا آآ عمرك ما هتعرف في انت مبسوطة ولا لا? غير بعد فترة. بعد مسلا اول سنة. ليه اول سنة? يعني مسلا انت ما تقضيش تحددي اول مشكلة هتحصل بعد جهة هتحصل امتا? تقولي تاني يوم. عادي جد خناقة كبيرة. صح. مفيش اي مشاكل. تمام? ام. فاخلي بالك. ده ما نكون الناس بتقول كده. اللي قبل الجواز حاجة ولا بعد الجواز حاجة? حتى لما بعض بقى انا مية سنة. وانا بنخلنا في بيت واحد الموضوع بيختلف تمام. خناقت على حاجات بقى انت. ايه ده 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 اتفاعد. ايه اتفاعد. ايه ايه اتفاعد دي بقى متحذرش اموس ايدك. انا متجوز واحد عائل يعني. فهي كده يا بصي رجالها. الحمد لله الحمد لله ان اهم حاجة اه اهم من الارتياح ومبسوط في الجواز والكلام ده ان واحد اختار شخص شبهه. مصدقه. مصدق اه عايز يروح فين? عايز يوصل لايه? مش واقف في طريقه. تمام? اه طبعا يكون فيه شوية مشاكل بس السوابت موجودة. اه. السوابت موجودة. اه حد ضمنه. اه حد فاهم دماغه. حد عارف انه هو عمر مسلا هيبقى فيه مشكلة بعدين تؤدي ان الموضوع يتفركش. تمام? عمرنا ما هنبطل خناء. بس اهم حاجة ان احنا كل واحد فينا يكون اختار. مع بعض المشكلة. بالزبط. ان واحد كل واحد فينا اختار الحد العقل كافي ان هو يعدي المشكلة. مع ان ما كنتش كده قبل الجوز. خالص. انا قلت طبعا يعني انت عارفة يعني انا كنت في دماغي يعني مش موجودة اصلا في دماغي. مخي ما كانتش شغال. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. مش لابس الدبلة اللي بقى. اه نعم. اه? انت خدت بقى كيزا امدار ايدي على بكرة. لا والله انا بحب بلعب الدبلة كتير فوقعت في الحتة اللي بين الباب وبين الكده يعني وقعت جوها معرفتش اجفها والله العظيمة. اهوسي قولك حاجة. دي بقى تصوش دي دابور هان. انا اهلة بقى. لا لا انا هقولك الحاجة. ده من ضمن الحاجات اللي تدريك مدلول ان انك ما تتجوزش حد تافي. تمام? دي اهم حاجة. هي معلقتش عن موضوع منها بضع ما لبستاش بقى لي شهر. طب ما رحتش جدت واحدة اللي. شوفت بقى نسيت اجيب واحدة ولا تكلمت. ولا اتكلمت. والله العظيم يعني ايه ما تلبس دبلة يعني عادي وهي دي اثبت ان انت متجوز? طب هي لو القلعة تدبلة. هتلهى. شوفت شوفت. اتباحها. انا فيش الكلام ده. او ده بصي بقى ده الرجالة بقى. شمعنى بقى. لا انت طبع ما فيش دبلة تتقلع. انا العادي ايه لا. ايه هي ضاعت برضو يعني. ايه? لا طبع ما انفعش تقلعها عشان تضيعها. يعني لا تبدل لبساها. دي انصرية دي. دي انصرية جدا. ايه يا لا. نكلم بقى ونشوف الموضوع ده معي. انت عارفك هتعمالي انه مشاكل كده. انت كده هتعديني بداي اخدي بالي. ما تسخنيهاش. انت لم واجهها ليك انت حرة. لا طب قوليلي يا سهيلة انت من البنات اللي ممكن يعني اكيد هتسمعي كلام جوزي كيان. ام مش هسمعي كلامه. يعني اكيد ام اللي ايه. مش مش كده. مش همشيها انت بتسمعي كلامي. لا مش كده احنا بناتناقش. 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 تمام بس هي الفكرة كلها ان كل راجل عنده ثوابت. اه. انت جيت الجوزة راجل عنده ثوابت معينة. اه ازاي بقى. تمام? يعني في عنده عنده حاجات معينة ممكن مسلا يعني يعطيبت مسلا على الله في السل بتاعك. تمام? تمام هو حبيه فيه. اوكي تمام لا انا فاهم يعني من دي وان يعني اه خلاص اوكي احنا محتاجة نغير في بعض كام حاجة. طب انا عايز اغير فيك وانت عايز اغير فيك. قبل الجواز. اه اكيد. اتفقنا اتفقنا. تمام. يعني اتفقنا حاجاتها ترضيني وترضيه اوكي. اوكي. ما اتفقناش ما يجيش بعد الجواز. ولو اتفقيت بها بعد الجواز. لأ. دي تبقى مشكلة. اه مشكلة بس تجوزك نسع كلامه. يعني ده جوزك. ليه? لأ هو مدام حاجة مش غلط يبقى ليه? لأ خليني اكلمك في حاجات انا. بصي انا بحس دايما ان الفترة اللي احنا فيها دي. انا محبش حد يغيري. طب بس اهلا انت مسلا من الستات مسلا ممكن اه تتخانق جامد. لأ. تتخانق يعني تخش في خناقة مسلا لو انت تتخانق خناقة كبيرة بقى وكده وتعلي صوتك ووالبسكوتي. انت عبيد دي اخري في الخناقة. انت عبيد? بس كده. اقولي جوزك. لأ الخناقة امومة. انا دي كلمتي. انا مدام بقولي الكلمة دي وبقى دي كده اخناق. خلاص كده تمام? انت عبيد اخر لبل عندي. اخر لبل عندك. لا ولا انا بحس ان الحياة لازم تكون اهدى. يعني ايا ان كنت المشكلة في الاخر هتتحل. في الاخر هتتحل. مفيش مشكلة مالهاش حل. الان هو مشكلة بقى مشكلة يعني. في مشاكل مالهاش حل. لا بصي اقول لك الحاجة. اه برضو هارجع اقول لك على السوابت. انت مسلا ست ما عندكيش اوشن جوزك يخونت. مش عايزك يعني. بس نقطة. لا مش حاجة اسمها اوشن. ما بقولك اهو مفيش. هو مفيش اوشن اصل ان هو يخون. لا بصي اقول لك الحاجة والله انا انا بشوف ان الراجل لو خلاص تدخل على فكرة الجواز. مم. تمام? المفروض ان هو يفصل من كل حاجة. خلاص يعني اي حاجة كانت بتتعامل غلط قبل كده. ممكن ان هي تأثر سلبان على علاقته بمورواته بعد الجواز. مفروض تتشيل فورا. قبل وبعد. ما انا بقول لك. طول ما انت بحياتك. ما انت قلت بقى انا بخطاء يعني مفيش حد ما بيغلطش. اكيد. بس ازم فكرة الجواز ده يعني حاجة مقدسة يعني. خطاء اوكي ماشي. لما عنديش مشكلة هو يغلط ويجي يقول انا غلطت واحد اين تلاتة ويعترف بس. ما هو زمر الجالة. مش بتعترف بغلطها. لا لا. احيانا. مبررات يعني. مبرر. تابعوا ليه المبررات? مبرر ليه اما الموضوع بيتقلب على ست. طب انت واحدة خاينة وانت ينفعش يتعاش معيك وملكيش امان. ليه بقى مابتاخدوش نفس مع رجالة? ليه? هشغل الجالة. يا انتي انا اصلا. انا اصلا. انا اصلا انت المجتمع الزكوري يعني انت هعايز ايه يعني اكيد يعني. لا 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 خلاص يا سهل الله لا بس انت يعني انت اكيد هتكون يا زوجة احناك ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. انت بس بعد عبيد دي يعني. بعد عبيد دي. ما يشتره وما تلهوش. تفاكي عاصل فيها الجيزة كتير? كل حلقة. فوقتلوش حلقة كان. طيب لا لا. مين مطربك المفضل? تامر طبعا. يا حياتي. تامر يا حياتي? اتقول لي حاجة تامر بين المطربين اللي دايما كلنا يعني السيتات ورجالة بيجمعوا عليه يعني. هو شخصيا اصلا. انا بحق يعني انا انا سهيلة بتحب الناس يعني صوتها وشخصيتها. فتخيل هو الاتنين. شو كانت امور يعني. يا روح قلبي. اذا يا حاجة انت في سنك انت حضرتي تامر لما 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 كبيرتي. انت رشتش تامر ايام سانوي. ايام سانوي. ايوة انا حافظ اغاني من قبل ما تولد. موضوع كبير ده. الفين وستة بقى ده كان قصة. موضوع تاني. لأ انا حتى حافظ اغاني من قبل ما تولد. يعني في ناس تستغرب ايضا انت ازاي عارف الاغاني ده انت. انت يعني اربع عشرين سانة ففي اغاني دي ما كنتيش انت ولدت اصلا. بيك فان والله يا سهيلة. اه لا بيك فان جدا. اه سهيلة والله انا كنت اصمعك من عضة جدا 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 جدا. وانت والله يعني خلتي اول تجربة كده تجربة بجد يعني عايزة تكرر تاني. بجد والله. كررها تاني. اشوفك كمان سانة يوم الاتنين هنا في المكان. انا كان مبسوطة جدا جدا. يا رب يكوني ببساطة النهارة. انا عن نفسي انا ببساطة. وانا جدا. انا نظر انا التلبيس اللي بستاني مع مراتي يعني بس انا ربنا بستر. ربنا احشيل الحتة دي يعني احاول ان انا مشوفهاش. لا لا اتشوف انا عبعت هلأ. نادلة بس. مبسوط جدا والله النهاردة يا سهيلة وان شاء الله دايما اشفيك على خير ان شاء الله. امين يا رب. ان شاء الله. باي باي. يا رب تكونوا ببساطة في اول حلقة من حلقات ودنج بودكاست. وان شاء الله الحلقات الجاية تجابكو اكتر واستنونا.